جداً وهمة وكثير ما نصادفه في الموارس السريرية بأي اختصاص كان حتى بالإسعاف ممكن تجينا إلى الحالات وأيضاً ممكن هذه الحالات تكون موجودة بالعيادات العامة والعيادات العصبية والعيادات التخصصية بمختلف أنواع هذه العيادات فعلى بركة الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم عنوان هذه الفقرات هذه المحاضرات هي الرجفان والعرات والرقص وسوء الويتار وأنواع أخرى للطرابات الحركية لا إرادية طبعاً حضرتكم تعرفون في الفيديوهات ممكنكم توصلوا لها من خلال الكود QR بادي أذي يبدأ نبدأ بالرجفان الرجفان له أشكال كتير عديدة هو عبارة عن حركات اهتزازية منتظمة في الجسم تتكرر حول مركزين ثابت والأشكال الأكثر أهمية والأكثر شيوعاً نبدأها بالترتيب الفيزيولوجي ثم الأساسي والدوائي وباركنسون وهومز والانتصابي والمخيخي ورجفان الكتابة البدئي والرجفان النفسي في أهم ما يمكن هنا في هذه التفصيلات يجب أن نقارب مريض الرجفان باستقصاء العديد من الأمور وأهمها فترة تظهر الرجفان أثناء الحركة ولا أثناء الراحة يعني المريض هو عبتحرك ولا هو ساكن ما عبتحرك زهر الرجفان هذا كتير هام حيث يمكن للرجفان أن يكون رجفان راحة ويكون غالباً في باركنسون أو رجفان دوائياً أو أن يكون رجفان حركة وفي حال كونه رجفان حركة يجب معرفة فيما إذا كان الرجفان وضعه أو قصدي أو أثناء الحركة إذا كان بوضعية معينة ويعرف عبر تثبيت مجموعة ضلية معينة بعكس الجاذبية الأرضية كما عند الطلب من المريض أن يمد يديه الأمام ومراقبة حدوث الرجفان أو أنه يحمل كاسة أو يحمل فنجان أو يشيل وزن معين القصدي يحدث في الرجفان المخيخي في العام الأغرب وأثناء الحركة عندما تتم الكتابة أو الرسم أو غيرها من الأعمال اليدوية الأخرى أيضاً يجب أن نستقصي الجزء من الجسم الذي يظهر فيه الرجفان ففي وضعية معينة أو حركية معينة يمكن أن يكون الرجفان موجوداً الأجزاء التي تهمناها نركز على الرأس ففي الكثير من الرجفانات لا يحدث الرجفان في الرأس وفي حال حدوثه في الرأس فإنه يدل على الرجفان معين دون غيره أو الذقن أو البلعوم ولكن الرأس هام جداً وإذن الأطراف هامة جداً البلعوم والحنجرة والأطراف العلوية والأطراف السفلية ثالثاً هل هناك قصة لتناول دواء معين خاصة الأدوية النفسية أو الأدوية العصبية أو الجرعة مفرطة من أدوية معينة أو أن هناك قصة عائلية للرجفان بعض التفصيلات أولاً الرجفان الفيزيولوجي وهو هام جداً لأنه أنت بدأ يسألك المريض يقول لك أن هذا شيء طبيعي إلا ما طبيعي بده علاج إلا ما بده علاج الروح على الدكتور العصبية مختصة إلا ما الروح فأنت لازم يكون عندك ABC Basic Information مشان تعطيك كونسلينج مشهورة معينة أنه بده يروحه إلا لا الرجفان الفيزيولوجي هو رجفان يصيب الشخص أثناء الحركة ويحدث عند جميع البشر في ظروف معينة يتعرض فيها للناس لسترس أو ضغوطات عصبية أو ضغوطات نفسية كما أنه قد يحدث رجفان فيزيولوجي في الحبال الصوتية Vocal Chord والExtremities أطراف ما هي ميزات الرجفان الفيزيولوجي؟ أولاً أنه لا يحدث في الرأس كما ذكرنا أن الرأس هام جداً في التركيز على الرجفانات فرجفان الرأسي في الأعم الأغلب مرضي وليس فيزيولوجي ثانياً الرجفان الفيزيولوجي لا يحدث رجفان قصدي عند تحري علامة السبع أمف وهي علامة هامة جداً قد تم دراستها في دراسة العراض والعلامات السرية لتحري أفح السرية للمخيف والأذية المخيفية أو أذية الرجفان بشكل عام والتوازن حيث أن شخص يصيب الهدف بشكل جيد على عكس الإصابة المخيفية شو العلاج؟ العلاج reassurance بده طمأنة للمريض أن هذا الرجفان غير خطر وأن معظم الحالات تكون خفيفة وأنها لا تحتاج إلى علاج بعض الحالات المستعصية التي قد تتحرض بالشدة أو الاستريس قد تحتاج إلى بعض الأدوية مثل حاصرات بيتا بروبرانولون والبيزوديازبينات هنا هذا الرجفان قد يحدث مثلاً كما نراه مثلاً عندما يقوم محاضر معين مثلاً من الزملاء في السادسة أو الخامسة طلاب الطب بيعطاء محاضرة في مثلاً أول مرة مثلاً أو الرابعة يعطون محاضر مثلاً في المدرج أو في المقاعة المحاضرات في المشفى أو يقدمون حالة سيردية ترى بعض حالة الرجفان ويكون ذلك بسبب أنه أول مرة وسلمش متعود على الفكرة ومع الوقت يزول بعض وأيضاً اسمه رهاب اللقاءات قد يكون له دور باللقاءات أو الاجتماعات أنه واحد وقف قدام خمسة ستين واحد عب يعطي كلمة معينة ممكن سي عنده شوية رجفانات فعندما تكون هذه الحالة يعني مستعصية ولا تزول بالوقت والطمأنة ممكن نعطيه بروبرانولون ذكر في المراجع أنه إعطاء الكحول خمر ولكنه لا يستطب ولا يستخدم في عنا الالإسنشال تريمور والفيزيوليوجيك التريمور رجفان الفيزيولوجي ورجفان الأساسي كيف ن PunchPE بناتهم بشكل كثير بسيط لت ميزات أساسي أول شيء من ميزات الرجفان الفيزيولوجي أنه ما يظهر بالرأس على أكس الرجفان الأساسي يمكن أن يظهر بالرأس الرجفان الفيزيولوجي الأسرع أسرع وأقل سعة من الرجفان الأساسي وأقل تأثيراً عن نوعية حياة المريض الرجفان الفيزيولوجي لا يترافق مع علامات عصبية أخرى مثل السقوط أو الأتاكسي الرنح والتي ممكن أن تكون موجودة مع الرجفان الأساسي طبعاً هاي الرجفانات مثل الرجفان الأساسي إذا كان موجود فهو بعيق كثير حتى نقول بعض الزملاء الطلاب الطب يعني لا يريدون الدخول في تخصص جراحي معين مثلاً العينية أو العصبية جراحة صبية أو جراحة لأنه مثلاً إيدهم ضلت رجف غصباً عنهم يمكن يكون فيه رجفان أساسي أو رجفان فيزيولوجي متقدم فما يدخلوا بعض الشغلات الحرفية لتطلب حركة دقيقة في اليد مثل ما أنه ممكن خليه مسك فنجان أو يزرار تبع الأميس أو يفكن أو يشرب عصير ممكن نشوف إذا يدرح ترجف ولا لا الرجفان الأساسي هو رجفان حركي ذو سبب وراثي أو عائلي لازم نشوف إذا في عنا يعني هستوري بالعائلة ويعد أكثر التربات الحركية الشيوعاً هو رجفان يمكن أن يلاحظ في أشكال الحركة المختلفة كما يمكن أن يلاحظ عند تثبيت الوضعة ويمكن أن يظهر عند تغيير الوضعة من الجلوس اللقوف مثلاً تغيير وضعيته بصير يرجف أهم أشكاله هو رجفان حركي أو رجفان حركي ثم رجفان الوضعة له مركب قصدي في نصف الحالات يعني شو مركب قصدي في نصف الحالات يعني مثلاً ممكن هو بالسكون موظاهر نالوه حمل فنجانه وديو شرب بلاش إيده ترجف يعني فيمكن أن يترافق في بعض الحالات مع اضطراب في التوازن يمكن أن يظهر رجفان أثناء الراحة أيضاً عند تقدم المرض إذن عند تقدم المرض معلومة ممكن أن يظهر هذا الرجفان أثناء الراحة بشكل عام غير متناظر يصيب الطرفين أكثر شدة بأحد الطرفين ومن النادى يكون حادي الجانب يعني خمسة بنية بجزء بس أو حادي الجانب أو أقل شقي يترقى مع الوقت ويصل إلى درجة شديدة ومعيقة جداً لنوعية الحياة وقد يؤثر على نفسية المريض وثيقته بنفسه قدرتكم درست باركنسون نعمل comparison صغير بين essential trimmer وباركنسون trimmer مقارنة بين الرجفان الأساسي ورجفان باركنسون الرجفان الأساسي يظهر في كافة الوضعيات أهمها أثناء الحركة هو الوضع إلا أنه قد يتظهر أثناء الراحة أما باركنسون فيظهر بشكل أساسي عند الراحة إلا أنه قد يظهر أيضاً أثناء الحركة مع تقدم المرض في فيديو ممكن تشوفوه عشان يوضح الفكرة أكثر كما أن هناك العديد من العلامات الفارقة التي يمكن من خلالها تفريق بين الرجفان باركنسون والرجفان الأساسي ومنها يتميز الرجفان الأساسي أن يصيب الرأس والحبال الصوتية والأطراف بهذا يمكن تميزه على رجفان باركنسون الذي لا يصيب الرأس إذن باركنسون ترمر ما بعمل إصابة للرأس كما يحدث الرجفان الأساسي بالذقن والفك مفتوح فيريق الكلام أما في إداء باركنسون فيكون رجفان الذقن أثناء الراحة والفك مغلقة إذن الفك مفتوح أساسي فك مغلق باركنسون ما هي أشكال الرجفان الأساسي؟ في شكلين أساسيات البدء المتأخر بعد الستين سنة وبدء مبكر قبل أربعين سنة بعد الستين سنة تطور تدريجي قبل أربعين سنة ممكن يظل سنوات طويلة خفيف منبين بعدين يترقى وتطوروا جرد جوالي تدريجيين العلاج العلاج دوائي بروبرانولون حاصرت بيته ممكن ناخد مضادات السرع مثل توبيرميت والجابابينتن والبرايميدون هذول مضادات السرع ممكن نستخدمون بنزوديازبيناتهم يستخدمون كحالات القلق القلق مثل البرزولام كلوناسبام الكلوناسبام والبرزولام ممكن نستخدمون بعض الشغلات بنحكي فيهم يمكن أن نشارك في العلاج كومبينيشن للعلاج حاصرت بيته مع البراميدون وقد يستعمل فيه بربيتال كبديل بنفس جرعة علاج السرع وجرعته 5 كيلو تأسيم 2 في العام الأغلب وممكن تكون جرعة أخرى يمكن أن يساعد الكحول لكن أنه ما مستخدمه العلاج الجراحي تد شغلات تحريض العميق للدماغ دي برين ستميولايشن عبر تحريض الثالاموس الميهاد أو الألترا ساوند سيرجري العلاج بالأمواج فوق الصوتية أو الجراحة باستخدام الجاما نايف السكين جاما الراديو السيرجري شغلات تخصصية جراحية لن نتطرق بالدخول إليها هنا الثالث وهو المحدث بالأدوية أو الرجفان الدوائي drug induced trimmer يتميز بأنه لا يوجد رجفان بالرأس مثل ما حكينا بأول محاضرة أنه الرأس هام جدا ركز عليه شأن comparison يبدأ الرجفان مع بداية تعاطي الدواء لكن يمكن يتأخر إظهر بعد فترة من تعاطيه حتى يسير في مستوى مصطي معين يؤثر على المراكز العصبية المسؤولة عن الرجفان الرجفان راحة يزيد بزيادة جرعة الدواء ويتوقف الرجفان بإيقاف الدواء بس وقت الدواء بإيقاف الرجفان إذا كان مريضا بتعاطي أو دواء معين ممكن نعمله side effect من أكثر الأدوية التي قد تسبب الرجفان الدوائي هي شادات الدوبامين المستخدمة في علاج تاركنسون ما هو النوع الرابع من الرجفانات ألا هو الرجفان الانتصابي وهو الرجفان سريع 14-16 هيرتز قليل الساعة يحدث أثناء الوقوف أكثر مما يحدث أثناء المشي أو الجلوس أو السلقاء وهو يكون ناعما في الربلتين في العمل الأغلب إذن وهو يلاحظ بشكل خاص على شكل الرجفان الناعم في الربلتين عضلات الساق البطاط يعني يترافق عادة الرجفان الانتصابي مع حدوث عدم ثبات إذن يترافق مع التاكسي رنح يتميز هذا الرجفان بأنه يمكن يكشفه بالإحساس بالرجفان جسه أو إصغاءه بيوضع السماعة على ربلت المريض أكثر مشاهدتي إذن هون أيضا من الشغلات الفارقة أنه ممكن تحط سماعتك شيء على أجره للمريض ممكن تحط سماعتك على الربلت المريض عشان تسمع الاهتزازات الرجفانية السريعة ذات قليلة الساعة من 14-16 هرتز شو علاجه؟ مع أنه هو مثلا انتصابي لهم فعلاجه هو دوائي مشابه للرجفان الأساسي كلونازيبام كابابنتن وليفو دوبا أو كاربي دوبا والبروبرانولون اثنين جراحة عبر تحريض المهاد بالديبريان ستميليشن خامسا رجفان الكتابة أو يد الكاتب رجفان الكتابة البدئة بيكتبوا كثير primary writing trimmer trimmer head هو رجفان عبارة عن تواتر 4-8 هرتز أثناء الكتابة فقط دون غيرها من العمال اليدوية الأخرى إذا نرى ضم الأبرم مثلا أو مثلا أعمل شوية مكعبات أو أرتب شغلات في بعضهم أو أقلب في صفحات الدفتر يجب تميزه عن حالة سوء ويتار يد البؤاري وهو سوء ويتار يترافق مع الكتابة نحكي عنه بعد شوي شو العلاج لتشنج أو عفوا رجفان كتابة البدئي هو البروبرانولول والبرايميدون نلاحظين أن أغلب الأدوية تقريبا مشتركة يمكن أن نعطي أنتيكولينارجيك دراكس مضادات الكولين وتم تجربة حق نذيفان الوشيخي فوتولينيوم تكسين ولوحدة تحسن المرضى بدرجة معينة ويمكن أن نلجأ أيضا إلى DPS سادسا الرجفان المخيخي وهو رجفان بطيء حركي بطيء 3-4 هرتز يزداد عند الاقتراب من الهدف أي أنه بشكل أساسي رجفان قصدي فهذا رجفان قصدي موجود بالمخيخ وهذا موجود بالفيديو ويمكن أن نرى بشكل أوضح ويمكن أن يكون أيضا رجفان وضعة أثناء اللقوف وأثناء الحركة أو الراحة والراحة ويحدث في الإصابات المخيخية وإصابة السبل الشوكية المخيخية حيث يترفق رجفان مع العلامات المخيخية الأخرى كظاهرة الارتداد لهولمز يتحسن بالتحريض العميق للدماغ فهذا شغل جراحية خصوصية ولكن مذكورة في أغلب أنواع العلاجات للرجفانات المعندة على التدبير الدوائي من الجيل الشيهام كمان اللي هو رجفان النفسي سايكوجينيك تريمر هو عبارة عن رجفان غير اعتيادي وليس لهم وصفات محددة من حيث السعة أو السرعة حيث يظهر بشكل بكل الأشكال وقد يختفي في أي وقت وبالتالي فهو لا يندرج ضمن أي شكل أشكال الرجفانات التي مرت معنا سابقا البداية مفاجئة أكثر من كونة تدريجية وأنه فترات من الهوادة يعني الهجوع والخفود يحدث عند المرضى النفسيين حقا مثل اضطرابات التحويل أو التمثيل المريض يمثل دوافع شخصية كعطلة أو مكافأة ويجب التفريق بينها بسبب اختلاف التدبير في كل حالة اضطراب التحويل يعلاج نفسي التمثيل معرفة الدوافع محاولة حلها إن أمكن يمكن للفاحص أن يغيره في شكل وحدة الرجفان نفسي فعلى سبيل المثال مريضه لديه رجفان في طرف واحد نطلب منه تحرك طرف الآخر يزول الرجفان إذا كان من منشأ نفسي إذن هي هامة مريض عنده رجفان في طرف واحد خليه يحرك طرفه التاني إذا زال الرجفان فكان غالبا منشأ نفسي يثير انتباه المريض لشيء معين فيزول الرجفان نفسي أو يخف بشكل كبير ونشغل باله في شيء تاني ممكن مثلا نسأل عن شو أكل شو تغدأ الديرات أو شو بيشتغل شو صار معهم بارحة بقين السيارة طلع شلون نزل كيف إجاء للعيادة هيك تترك الرجفان النفسي كتشخيص أخير بعد نفي بالاستبعاد أنواع رجفان أخرى ولا يجب نسيانه فنسبة المرضى ليست منخفضة يعني موجود واضط ربعات النفسية بتعمل رجفانات مثل ما بتعرفوا أغلبكم أو كلكم ما هو رجفان هولمس؟ هو عبارة رجفان بطيء وحادي الجانب يظهر في جميع الوضعيات الراحة والوضع وأثناء الحركة تميز له عن باركنسون أو السينشيال أو فيزيولوجيك توجد العديد من التسميات الأخرى لهذا الرجفان ومنها إصابة النواة الحمراء أو إصابة الدماغ المتوسط أو إصابة المهاد ينجم هذا الرجفان بشكل أساسي عن إصابة قطة طال جدع الدماغ وخصوصا أو خصيصا النواة الحمراء في الدماغ الأوسط أو المتوسط أو المهاد أو الألياف السوداء المخططة الأمر الذي يسبب انقطاع الاتصال بين المادة السوداء والنواة العدسية فهذه الإصابة تطال أحد مكونات الدارة الدماغية التوصيلات تربط ما بين المخيخ والكرة الشاحبة والمهاد والنواة الحمراء والاتصال الجسري البصري كما قد تطال الألياف السوداء المخططة إلا أن أشعع مكان الإصارة برجفان هولمز هو منطقة التقاء السوداء المخيخية العلوية مع النواة الحمراء فهي النواة القاعدية الموجودة وجدع الدماغ يعني هذا الاتصال هام جدا لهذا الرجفان نثلي ورجفان هولمز علاجه كيف بالليفو دوبا يستخدم ليفو دوبا وين؟ عن باركنسون فبيظهر عديد من النتائج الإيجابية بالنسبة للأمور التشريحية نتطرق إليها بشكل بس سريع تبع النظام خارج الهرمي Excel Pyramid Motor System وهو مسؤول عن بدء وتنفيذ النشاط الحركي الجسدي من العديد من المكونات ومنها المخطط الحديث الذي تكون من لحاء النواة العدسية والنواة المذنبة والمادة السوداء وغيرها ومن الاتصالات الرئيسة للجهاز خارج هرمي هي الألياف السودائية المخططة والتي تصل بين المادة السوداء في الدماغ المتوسط ولحاء النواة العدسية وتعد هذه الألياف مسؤولة عن إفراز الدوبا الأمر الذي يفسر تحسن المرضى المصابين برجفان هومز عند إعطائهم الليفو دوبا أين تقع النواة الحمراء؟ تقع في مركز الغطاء مركز الغطاء الذي يسمى السقف في بعض الترجمات الأخرى وتتلقى الألياف الآتية من الجانب المقابل للمخيخ والتي تعبر السويقة المخيخية العلوية ولها دور في التنظيم الحركي تحت الواعي هذه نمحة تشريحية بسيطة أغلبكم بيعرفها ولكن على السريع طيب رح ننتقل للعرات تيكس العرات تيكس هي موجودة وتصيب الطلاب الشاطري إن أحيانا يعني في العديد من الطلاب الشاطري ممكن نساوه فيها شو مكان تخصصهم العرات ممكن تكون عن برضا أذكياء زيادة شوي ما عليك سؤال؟ فضل الدكتور هلا قمت المرضى باركنسون عند المريض ويفقد فعلا كما ذكر دكتور بارك الله فيك يبدو عندك طلاع واسع يفقد فعاليته بعد فترة تختلف بين المريض وآخر قد تكون بين السنة وثلاث سنوات فيتم مشاركته مع أدوية أخرى أو يتم إلغاؤه واستبداله بأدوية أكثر يعني تأثير من فعالية نعم شكرا جزيلا ما هي العرات؟ أي تماما دكتور شكرا دكتور العرات وهي حركات لا إرادية سريعة رتيبة مفاجئة ذات تردد منتظم تصيب مجموعة عضلية متآزرة تعمل معا إما في جزء أو في عدة أجزاء من الجسم ينجم عنها حركات مفاجئة متكررة ومتماثلة مثل السيناريو يعني رتيبة مترتبة تكون مألوفة كأطباك العين أو رفع الحاجبين أو استنشاق قوي أو هز الرأس وغيرها إذ أن تكرار هذه الحركات هو الذي يعكس طبيعتها المرضية لما بنام المريض ما في هذه الحركات تغيب ويمكن تثبيتها إراديا إلا أنها تعود بعد فترة قصيرة بشكل أعنف وأشد إذا شغل عليها القشر الحركي الإرادي ممكن يلغيها لأنه لا إرادي إغماض العينين حركات معينة بالشفتين حركات معينة كلمات معينة أصوات معينة يكون هذا النوع من اضطرابات كثير مصادفة عند الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم والطرابات نفسية خاصة كاختلاطات الخداجة واختلاطات نقص الأكسجة حول الولادة إضافة للأطفال الذين تعرضوا لردود نفسية عائلية واضطراب الشدة ما بعد الرد والاضطرابات الناجمة عن الحروب كما أن القلق والشدة النفسية يزيد من شدة العرات كما تعلمون جميعا ما هي أشكال العرات؟ العرات العابرة ترانزيت وهي عرات مؤقتة تستمر أقل من سنة وهي شائعة في مرحلة الطفولة بس يخبر المريض الطفل وصار بالبلوغ بتروح تغيب تتشابه مع الرقص العابر ديشاد عند أطفال أصغر سنا العرات الحركية أو الصوتية المزمنة الصوتية المزمنة هي عبارة عن عرات صوتية لا يستطيع المريض إيقافها أو حركية تستمر أكثر من سنة أما العابرة أقل من سنة مزمنة أكثر من سنة من أشكالها المميزة داء جل يولا توريد هو توريد يعني داء توريد بالنسبة لداء توريد هو معروف توريد معروف يعني بدون جل دولا توريد خلاص هو كافي يعني قد يكون بالمتحان داء توريد شو هو شو حركاته كده إلى آخرين بتكرر بالكثير من يعني أقسام الداخلية ما تعرفه أول واحد هو جورجل دولا توريد هو وصفه يتضمن عرات معقدة صوتية وحركية بالإضافة إلى وجود سايكوجينيكيزي أوردر التراب نفسي المشأ هو شكل لهام جدا بيتكرر بطب الأطفال وبيتكرر عند البالغين أيضا يحتاج المرضى المصابون به إلى الرعاية الحثيثة والعلاج الفعال بالنسبة للانتشار ليس شائع جدا يعني حوالي بساطيا خمسة بالألف لا ثلاث مينة بالألف يبدأ بين الرابعة والثالثة عشر من العمر إذا شايفين عن الأطفال وتطور عند البلوغ إلى عرات معقدة عند أطفال يكون شيء بسيط ثم يتطور إلى شيء معقد ما هي أشكال السريرية لداتوريت العرات الحركية معممة متعددة الأشكال معقدة ويمكن أن تكون صوتية فونيكس أو فوريكتيكس في أغلب الحالات إذن حركية وصوتية ومعقدة ومتعددة الأشكال وجنرالايز معممة قد يعاني المريض في بعض الحالات من ترديد كلمات بذيئة قسريا غصبل عنه بيسب أو بيحكي كلام كلمات نابية أو أنه قد يقوم بتقليد كلمات وحركات الآخرين الأمر الذي قد يقلع المريض في العديد من المشاكل فهي الشغلات ممكن تجيك على العيادات للاستشارة أن هذا المريض حكى كلام بذيئ أو سب حدا أو سب قداسة دينية أو كذا فيجب عليك أن تفحصه بالشكل المتأنن وتكتشف أنه فعلا عنده داتوريت ولا لا هو كان عم يمثل أو ما عنده فيجب الوصول إلى التشخيص لأن هذا ممكن تنسئل عليه بشكل عام وتصلحه بين الطرفين أو أنه مثلا يكون في عندك نوع من أنواع التوجه لأن تقريرك الطبي أنت كطبيب هام جدا في هذه النقطة يترافق مع الطرابات النفسية فقد يكون موجود مع الوسواس القهري الأوبسس سيف تومفولي سيف ديزوردر وقد يكون نقص الانتباه وفرط النشاط لـ ADHD أتيشن ديفسيت هايبر اكتيفتي ديزوردر طبعا هدول عند الأطفال الثاني عند الأطفال أكتر الأول وسواس قهري عند الكبار أكتر بعض الملاحظات يوجد الكثير المصابين بهذه المتلازمة التوريت دون تشخيص وقد لا يطلبون الرعاية الطبية والتشخيصية إذا مشان هيك ممكن هدول بيقول لك أنا بعصب بحكي كلمات ما بعرف شو حكيت فممكن يكون منهم هذا توريت فلازم يتعالج أو لازم يكشف على الأقل كـ ديفرينشال دييجنوسيز الآن تشكل مرافقات المرض حالات مزعجة للمريض وجه معالجتها إذ غالبا ما تسبب هذه التشخيصات متزامنة ضعفا أكبر من تشنجات لا إرادية إذن تشنجات لا إرادية ممكن يكون في تشنجات لا إرادية موجودة وبالتالي فمن المهم تحديد الحالات المرتبطة بالمرض بشكل صحيح معالجته المراحلة الثالثة يتطلب الكثير بين الاختصاصات يعني ممكن يكون اسمه هذا لجنة طبية ممكن طبيب نفسي طبيب داخلية طبيب عصبية اختصاصي تربية دبلوم تأهيل إلى آخره وتعاون بين الأسرة والمدرسة عشان طبيب أطفال إذا كان طفل الآن ما هي أهم الأسباب العامة للعرات تأخر تطور الجهاز العصبي والأذيات الدماغية الحادة الأذيات الدماغية الحادة ممكن تكون رضية أو يعائية أو إنتانية الأمراض المناعية التالية للإنتان مثل رقص سيدنهام رقص سيدنهام أين يوجد الزملاء العزاء دكتور عند مرضى الحمى الرثوية ممكن أو بعد خمج بالعقاديات نعم ريمة حسن دكتور شكرا جزيلا ريماتيك فيبر اللي هي الحمى الرثوية إذن الإصابة التالية للخمج بالعقاديات الأمراض التنقسية Degenerative Diseases اللي هي متلازمة كثرة الكوريات المشوكة وداء هانتنكتون أو رقص هانتنكتون ترسب الحديد في النور القاعدية الأمراض الجهازية مثل داء بهجت خلوصي بهجت تركي والإسالي داء بالحمام الجهازي وانتيفوسفولوبيد انتيباتي سندروم متلازمة الأضاد متلازمة للأضاد ممنودة الضالي الفوسفولوبيد بعض الأدوية والسموم ممكن المرضى اللي بيأخذوا مخدرات بيأخذوا الكوكاين والهيروين والأمفيتامن والأدوية مثل مضادات الذهان ومضادات الاكتئاب ومضادات الصرع مثل كاربامازبين فينتوين فينوباربتال لموترجين والليفودوبا هلأ أيضا في عنا الحركات المقالدة للعرات الوظيفية لهنين هدول كلهم يعني أسباب للعرات ما هو العلاج تريتمينت ومانجمينت العلاج والتدبير الأمر الأهم في العلاج هو الطمأنة المريض ريئ الشورنس وطم من أهله بعد الفحص العصب الدقير ويعتبر التعليم جزءا مهما من أي خطة علاجية وعادة ما يكون التفسير والطمأنة وحدهما كافيا للعلاج وممكن يكون عنده زملاء يكون عنده أصدقاء يكون عنده ناس قريبين منه يساعدون كمان بالتدبير نلجأ لعلاج العرات إذا كانت شديدة ومعيقة ومزعجة للمريض ومن حوله لا يكون علاج دوائي ضروريا في بعض الحالات فالعلاج يحمل دوره مخاطر وأثار جانبية خاصة على الأطفال دائما علاج السلوكي العلاج المدرسي العلاج التطميني على تدريب الأهل تعليم الأهل في معالجين مختصين مثل ومثل العلاج فيزيائي لا يجب التريث ودراسة تطور المرض على الطفل وظيفيا ونفسيا لأن أدوى يمكن سيء للموضوع في الكثير من الحالات توصف أدوية فتزداد الحالة شدة وسوءا إذا الطفل نفسيته كويسي وزكي ماشي حاله حركات بسيطة لا يجد عنده وسواس قهري أو ضعف انتباه ما بصير نعطي دوا نطول بالنا عليه ممكن أشهر ستة شهر يرجي كل شهر مراجعة كل شهرين مراجعة بعد ستة شهر تقريبا يتمنى الشهور غالبا يكون طاب يعني ما يحتاج دوا أما إذا كان في عنده نقص انتباه وورشة زيادة بيخرب البيت بيخرب العيادة ما بينتباه ما بينفذ الأوامر ممكن يحتاج إلى استقصاءات من هرنين مغناطيسي أو تخطيط الدماغ أو عنده فرط نشاط أو اسويس قهري بده تدبير علاجي قد يكون التدبير العلاجي الأساسي للعرات هو معاكسات الدبامين وهي مضادات الذهان بسبب آليتها بحدوث العرات العلاج دوائي باكلوفين وهو مضاد تشنج ومضادات الصرع ليفترستام وتوبراميت ليفترستام يستخدم عن نطاق واسع حقيقة توبراميت أقل خاصة عن الأطفال الأندانستيرون هو نفسه الديبوميت مضاد لقياء معاكس دباميني مضاد لقياء وهو آمن نسبيا عند الأطفال يمكن تبدأ به بهذه الحالات حسب استطباب كل حالة القنب كمان ممكن يكون موجود والفلوتامايت كمان ممكن يكون موجود مع أن استخدمها قليل في هذه الحالات بعض الملاحظات قد يفيد الحقن بالذيفان الوشيقي البوتوكس أو البوتولينيوم في بعض الحالات حاليا يمكن إذا سمعتم أن البوتوكس يحقن في الأجزاء معينة من المعدة لتصغيرها وتقليل الشهية وعلاج البدانة دونما العلاج لجراحات البدانة واختلاطاتها أو لحقن البالون ضمن المعدة الشيء بشيء يذكر قد تكون مضادات الذهان بحد ذاتها سببا في حدوث العرات كما ذكرنا يزيد الطينة بالله يكون ولد ماشي حاله تعطي الدواء بهذا ويزداد سوءا وعندما عندها نلجأ بالعلاج إلى البدائل الدوائي الحديث قليل تأثيرات جانبية يعني ممكن لفترة السلام تأثيرات الجانبية قليلة تباكل فيه تأثيراته أقل عندها نستيرون نسيا آمن ننتقل إلى الرقص كوريا الرقص هو عبارة عن حركات عشوائية سريعة وآسعة المدى مفاجئة وغير متوقعة الرقص المرضي المقصود به يمكن أن تصيب أي جزء من جسم المريض وتحدث بسبب أذية في النواة المذنبة النواة المذنبة يمكن أن يتظاهر الرقص كعرض معزول أو متلازمة ضمن مجموعة من الأعراض العصبية المخيفية للهرامية أو خارج الهرامية والحركات الرقصية قد تحدث في جذور الأطراف أو اللسان أو الوجه وعضلات البلعوم وتزداد هذه الحركات بالتعب وتغيب بالنوم الحركات الرقصية نلحظ أنها تحدث في أجزاء صغيرة نسبيا جذور أطراف اللسان من الوجه وعضلات بالعوم وتزداد بالتعب وتغيب بالنوم تكون معظم حالات الرقص الشيخي في الأعمار المتقدمة هي رقص هانتيكتون وأما معظم حالات الرقص للأطفال فهي رقص سيدن هام الموجود مع ريماتيك فيبر النقطة الهامة نرجع من عيدة اللي ذكرناه نرجع من عيدة من التغيب وجميع أشكال الحركات اللا إرادية عند النوم ما هي أشكال الرقص الرقص الحملي أصبح سبب نادرا للرقص بسبب متابعة الطبية للحوامل الرقص الشقي يثير الشبهة بوجود أذية موضعة في الدماغ فإذا كان مفاجئ أن شك بحادث وعائي CVA مثل احتشاء أو نزف يطالوا النواة المذنبة المسؤولة عن الرقص واتصالات جذع الدماغ الرقص التالي للنشبة Post-Srop Korea وهو عبارة رقص مفاجئ ويتحسن مع الوقت هجمات الرقص المعاودة Recurrent Episode of Korea شكل من أشكال العسر للحركة المفاجئ إذن هجمات الرقص المعاودة هو عبارة عن شكل من أشكال عسر للحركة المفاجئ الباليسم أو الباليسمس وهي عبارة عن حركات لا إرادية متكررة تمثل شكلا حادا من أشكال الرقص حيث تصيب العضلات الدانية من الجذع القريبة وأتت تسميتها من كون الحركات مفاجئة ذات سعة كبيرة وطبيعة فضفية الأمر الذي يشابه الحركات التي تؤدى أثناء رقص البالي تنجم عن أذية النواء تحت المهاد واسمها نوات الويس في الجانب المقابل للأذية لهو بالاسم نعم هاي صورة الباليسم اللي عبت تصير نعجب عن إصابة نوات الويس إذن إصابة نوات الويس في الباليسم بالنسبة للباليسم ممكن نشوفها كمان بشكل أوضح بالفيديو أنواع الرقص اللي بنحكي فيها سيدنهام هو عند الأطفال وأشياء عند البنوتات وأشياء أسباب للرقص سيدنهام كوريا أشياء أنواع الرقص ينجم كما ذكرت الدكتور الزميل زالة وخيرا عن العقاديات الحال للدم النمط بيتا جروب A بيتا هيماليتيك ستريبتيك كوكس المسبب للريماتيك فيفر الحمرة الثوية وتحدث الإصابة بألية مناعية ذاتية الضادم هي اللي بتشتغل هو عبارة عن حركات رقصية مفاجئة واضطرابات سلوكية قد تحدث مباشرة بعد الإنتان بالعقاديات وقد تتأخر لعدد أشهر تكون في علامة بتل أصابيع الإيدان علامة أصابيع الإيدان مين بيذكرنا فيها بالنسبة لرقص سيدان هام سيف عن مرضى الحمرة الرثوية فضل الدكتور إذن علامة بيصير مثل يعبيث له بالبقرة اسمها مثل علامة يد الحلاب سيب الأطفال مصابين بهذه الشغلة طيب التشخيص يعد الرقص أحد المعايير الكبرى للفمرة الرثوية وقد يكون التظاهر السريري الوحيد لها قد يكفي وجود رقص مع سرعة التثفل عالية ESR مرتفع عند طفل صغير يتوجه نحو ريماتيك فيفر ممكن الاسلو يكون مرتفع فإذا كانت إيجابية نلجأ لعلاج الحمرة الرثوية مع دراسة للقلب والمفاصل إيكو قلب وتحري المفاصل ما هي معايير بتعرفه أكتر مني يتطلب تشخيص حمرة الرثوية وجود دليل على الخمج بالعقاديات مثل الاسلو بوزيتف و بلات كالتشور بوزيتف زر دم إيجابي بتوفر معيارين كبيرين أو معيار كبير واثنين صغار تشمل معايير كبرى تشخيص حمرة الرثوية التهاب القلب كرديتس تهاب مفاصل أرترايتس وهو يكون بولي أرترايتس وحمامة مهامشية عقيدات تحت الجلد رقص دنهم تشمل معايير الصغرى حمى ألم مفصل لارتفاع CRPSR وتطول بر على التخطيط القلب وإصابة سابقة بالحمرة الرثوية علاج السبب بنسلين ممكن الكورتيزون العلاج العرضي يتم خلال حاصرة مستقبلات الدوبامين مضادات الذهان نيروليبتيكس منها الهلوبردول كلوربرومازين هو الرجكتي مستخدمة نطاق واسع ريزبردول أيضا مستخدمة نطاق واسع أولانزابين أيضا مستخدمة نطاق واسع الأولانزابين هو خيار ممتاز ويتم استخدامه الآن وهو جيد هذه الصورة اليسار رأس المدرسة عند دون الأطفال لا نعطي مضادات الكولين عادة في علاج الرقص هذه ملاحظة هامة ويجب استخدام الأجيال الحديثة من دون مضادة الذهان تميز بقلة إحداثها لحركات لا إيرادية لأولانزابين ممكن تعطي الكيتامين كلنا زبان يعني مستبعدات شوية للأطفال كلنا زبان ممكن كيتامين مستبعد للبيت تعطي رقص هانكتينكتون وهو عبارة ترب عصبي تنكسي تنكسي وراثي وهو تزوم الدوميننت تزوم الدوميننت وراثة جسدية قاهرة أو سائدة وهو معيق ومعطل جدا وتصيبه الحركات الرقصية عادة الجذع والعضلات الزنارية في الأطراف بشكل أساسي لأنه من الممكن أن تصيب أيضا عضلات بوجه عضلات العين اميديميولوجي وباقيين خمسة بالمئة ألف بين الثلاثين والخمسين وقد يحدث في أي مرحلة عمرية لكن ثلاثين وخمسين أشياء عشيين شوه الكلينيكال منفستيشن ثلاثي أو بواحد من الطرابات في عنده مشكلة حركية ذهنية عصبية نفسية الحركية الرقص بشكل خاص على شكل عرات أو سوء ويتار الذهنية عتاها شديدة كثير عنده عتاها شديدة عصبية نفسية الفصام شيزوفرينيا كآبة قلق الطرابات نفسية مع قدر هذا هو رقصين في ديمينشيا عتا حركات كنعية بعيدة وقريبة تمام للأطراف والوجه ما هي الاستقصاءات امراي أمور في النواة المذنبة وقد يرافقه توسع في المطينات الجانبية في الدماء بجي التوسع بعدين غالبا من الضروري إجراء دراسات جينية واستشارة دراسية وتحري حملة المرض واحتمال إصابة الذرية لأن المرض معطل بشكل كبير معيق جدا للحياة معيق جدا للحياة أزواء العزاء أقترح أنه نستريح الآن عشر دقائق ثم نتابع المحاضرة لأن بعد أربعين خمسة وربعين دقائق يكون المصير المعلومات أقل نسبيا عبر المشابك العصبية والسيالات العصبية فنستريح عشر دقائق ثم نعود إلى المحاضرة شكرا جزيلا لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اخرى ايضا هي مواضيع شائكة وشائقة وشيقة بنفس الوقت ونبدأها بمتلازمة الخلايا المشوكة اكنثوسيز مع اصابة عصبية هي عبارة عن مجموعة من الترابات العصبية ناجمة عن موتايشن طفارات تترافق مع وجود شكل من الكوريات الحمراء يدعب الخلايا المشوكة مثل الشوك من اهم هذه الترابات هي متلازمة الخلايا المشوكة المترافقة مع الرقص فهذه المتلازمة اي متلازمة اكنثوسيز كوريا هي عبارة عن حركات رقصية تطال الفم والوجه بشكل خاص مع تبارز اللسان حيث يشير التوضع الوجهي والفمويل الرقص غالبا الى متلازمة الخلايا المشوكة مع اصابة عصبية نبحث من اجل التشخيص عن خلايا المشوكة ناخد بريفرال بود فيلم لطاقة دم محيطية نشوف هاي الخلايا الالشوك وأضحى كثير هون باللطاقة سلبيت اللطاقة الاولى والثانية لا تنفي الأفضل لازم عيدة ثلاث مرات ننتقل الى داء ويلسون داء ويلسون درسته بالهضمية وندرسه ايضا هنا لا يقتصر على الحركات اللا ايرادية فقط انما يشمل العديد من المظاهر السريرية مثل اعراض باركنسونية الترابات عصبية هرامية مخيخية وتدهور الملكات العقلية وتنكسها الاستقصاءات لازم احنا نقول انه نفحص العين بحثا عن حرقة كايزر فلايشر ونعمل رانين مغناطيسي للدماغ سيريول بلاسمين في الدم ومعايرة النحاس في بول 24 ساعة ممكن ناخد ليفر بايبسي خزعة كابت وناخد جينيتيك ستادي هي ميكرو اري يعد داء ويلسون تشخيصا تفريقيا مهما في كل من الحركات اللا ايرادية خاصة عند وجود قصة عائلية وعندما يكون المريض في العقد الاول او الثاني من عمره لانه قد يظهر في العقد الرابع او الخامس من العمر قد يتأخر تشخيص داء ويلسون لدى كثير من الماضة لأكثر من عام ونصف العام بعد الاصابة ويعود ذلك لعدم التفكير به وتحريه لانه ممكن تظاهرات عصبية لما تتظاهر التظاهرات الكابتية او الهضمية بعد مع انه قد يكون بعمر خمس سنوات في تظاهرات هضمية بعمر عشر سنوات مثلا تظاهرات عصبية اسباب الرقص اسباب دوائية ومتوسطة منعيا وانتانية واستقلابية وبيعائية وغدية الى اخره سنتحدث فقط عن اسباب الدوائية والاستقلابية والغدية اسباب الدوائية لفدوبة كما حكينا اهم الادوي مسبب للحركات اللا ايرادية كالرقص وعندما يكون مصاب في باركنسون معارج لفدوبة كما ذكرنا اعلى من الادوية الاخرى ادوية الصرع الديباكين بالبروات السوديوم بالبروات السوديوم كاربامازب وفنتوين مضادات الذهان اللي بتسبب عسرة حركة متأخر هذا رح ناخده باخر محاضرة تاردف ديسكنيزيا ومضادات الاقياء ومضادات الهستامين وحاصرات الكالسيوم والفلوروكينولونات ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة والفلوروكينولونات الليبودوبة وشدات الدوبامين مانعات الحملة الفموية ستيرويدز والثيوفلين والديجوكسين والليثيوم اضافة للميثوتريكسيت وسايكلوسبورين وباكلوفين والكوكاين والانفيتامين اذا مجموعة واسعة جدا من الفئات الدوائية قد تسبب الرقص اللي بهمنا هو الاستخدام شائع الاستخدام شائع هي ادوية الصرع خاصا ديباكين في البروات السوديوم تيجريتولي وكربامازبين فينتوين هدول استخدامهم شائع مضادات القياء ممكن تسبب حاصرات الكالسيوم مثل ايش مثلا يعطينا حدا من بين الزملاء مثلا نيفي دبين أملو دبين حاصر الكالسيوم مثلا فيرباميل مضادات القياء ثلاثية حلقة مثلا مثل ايش ايمي بيرامين ممكن هدول الشائعات فلوروكينولات ممكن الليفوفلوكساسين مرعات الحمد فموية معروفة استيرويدات معروفة استخدامها شائع فيوفلين واحدة عمسا قد تسببه كتير حاليا ديجيوكسين قل استخدامه كتير ليثيوم نادر فيوتريكسيت مستخدم بكاترة من مرضى الصدفية ومرضى الأوراة ومرضى الليل والدرايح سيكلوسبورين كمان أيضا المستخدمين استخداما برضا المفروز الباكلوفين أيضا مرضى التهشنجات والتربات العصبية الكوكاين هدول الشغلات الفيتامين عند الويتعاطوها الشغلات ننتقل إلى الأسباب الاستقلابية والغدية هون عفوا أنا سيت أذكر مضادات الهستامين مضادات الهستامين هام جدا لاني ممكن ياخدوا كتير مرضى مشان مثلا يناموا مثل سيبروه التادين بيهدي بنيم أو ممكن بعض المرضى بيصير عندهم نوع من أنواع الاستخدام المفروز لألة نفسيا مرضى اللي عندهم حكة خاصة نتالي لبعض الأنتانات بلتسكيبس مرضى اللي حكة فترة طويلة بعد زوال الأنتان وبعض الاضطرابات النفسية الأسباب الاستقلابية والغدية للرقص اضطرابات الشوارد مثل نقص الماجنيزيوم والسوديوم وفرط الكالسيوم وترسب الحديد في النواة القاعدية الاضطرابات الغدلية Hyperthyroidism فرط نشاط الدرق ممكن أن يشوفه بيعمل كل اضطرابات لأشكال الحركية اختلاطات نقص السكر هايبوغليسيميا أو هايبوغليسيميا غير مترافق مع حماد كيتوني ممكن كمان يكون موجود ضمن الأسباب تنقص الكابدي العدسي المكتسب وممكن أيضا فيتامين بي ديفيشينسي يعوز الفيتامين بي نحكي شوي عن فرط سكر الدم غير الكيتوني نانك كيتوتيك هايبوغليسيميا هو عبارة عن حالة تترافق مع ارتفاع مستوية الكلوكوز إلى مستوية تتجاوز الألف وتختلط هذه الحالة مع حديث رقص والذي يمكن أن يكون أوحادي أو ثناء الجانب وعادة ما تختفي العراضة عند إعادة مستوية الكلوكوز لعضاء الطبيعي يعد المرضى المصابون بالداء السكري الأكثر وردة لهذه الحالة نلجأ إلى ما رأي الذي قد يساعد في التشخيص نلاحظ وجود نزف ثناء الجانب في منطقة اللحاء ناجم عن فرط سكر الدم اللاكيتوني رانين مغناطيس اعتلال الفريتين العصبي اعتلال الفريتين العصبي وهو عبارة عن مرض نادر وراثي سائد تزوم الدومينانت ينجم عن موتيشن في الجين المسؤول عن ترميز السلسلة الخفيفة للفريتين الأمر الذي يؤدي إلى تراكم مفرط وغير طبيعي للحديد في الدماغ والذي يكون في الغالب ضمن البيزا الكنجليا النوى القاعدية يجب أخذ هذا الاعتلال بعين الحسبان عند المرضى الذين يعانون من حركات لا إرادية عنيفة مترافقة مع دلائل يترسب الحديد في الدماغ قد يترسب الحديد في الدماغ في الدربات الحركة الأكثر شيوعا كده هنتيكتون يعني ما عنده هنتيكتون وعنده رقص تتحرر الفريتين العصبي بس أنه منادر حقيقة يعني الصورة هاي هاي عمشوف فيها ترسب الحديد في كل من الكرة الشاحبة واللحاء والنوى المذنبة أما الصورة بي ترسب الحديد في الكرة الشاحبة واللحاء في مراحم تقدمة من العمر الصورتان تحتاجين التوضيح أكثر إلا أنه يجب معرفة أماكن الترسب ما هي استقصاءة الأولية لنعمل ومقاربة لمريض الرقص حال البسيط في وظائف الدرق وظائف الكابيت التي كريتينيوريا نعاير السوديوم بوتاسيوم كالسيوم ماجنيزيوم وليس آر ممكن نعمل المعايرة لدبل ستاندر دي ناي بحثا عن ذائب الحمام الجهازية أضاد الفوسفولبيد ممكن نطلب أضاد الأنا وهكذا الانتي دبل ستاندر دي ناي انتي باديز وانتي انتي كاردوليب بين انتي باديز رين مغراطيسي إذا فيك امان تيومر هو في الداخل أو في انتان أو أذية للنوى القاعدية جينيتكستاذي لهنتيكتون فإذا كانت نتيجة سلبية ممكن نفكر بالمتلازمات التي تشبه هنتيكتون البحث عن داء خلايا المشوكة أكنثوسيز في لطاقة الدم المحيطية يجب تمييز الرقص عن الكنع والذي يتميز بكون الحركات محصورة في أقاص الأطراف الكنع في أقاص الأطراف نيكتونها داني عند وجود وممكن يصير بأشكال متنوية لكن بالكنع في أقاص الأطراف عند وجود قصة رقص عند مريض يتوجه في قلقاتي أربع ملاحظات إذا المريض طفل مروح على الحمى رتوية ومفكر برقص إذا مريض امرأة مفكر بالـ SLA والضاد مضادة الفوسفل المريض بالغ ولديه رقص مترافق مع تدهور في الملكات العقلية هنتينغتون إذا تتخلف عقلي وبالغ هنتينغتون إذا كان في عنا دراسة دموية وبحثنا عن دطاقة محيطية في خلايا مشوكة دائر خلايا مشوكة فرط الدرق ممكن يكون على شكل رقص وهيك يكون خلصنا مختصر الرقص كوريا الرقص المرضي هل أن ننتقل إلى سوء الويتار ديستونيا وهو عبارة عن تقلص عضلي شديد لمجموعة من العضلات تعطي الجسم حركات معينة ووضعيات معيبة معينة صفات التقلصات العضلية يمكن من التقلصات أن تكون بطيئة أو سريعة بطيئة أو سريعة مترددة أو دائمة ومن حيث الشدة فمن الممكن أن تكون خفيفة أو شديدة جدا غالبا لا تكون التقلصات متكررة ولا يمكن إيقافها وتتميز التقلصات بأنها منتظمة وليست عشوائية ويمكن هذه التقلصات أن تثار أو تسوء بالحركات الإرادية يتميز سوء الويتار بقدرة المريض على تخفيف الحركة بلمس وحك الجلد إذن يتميز سوء الويتار بقدرة المريض على تخفيف الحركة بلمس وحك الجلد في الجزء القريب من العضلة المصابة قد تكون التقلصات مؤلمة ومعيقة لحياة المريض وحركته إلى حد ما وقد تصل في بعض الحالات الشديدة إلى درجة تسبب فيها كسور من شديد التقلص بين طرفي عضلة طرفي عظم إن كسر العظم أو حدث في العمود الثقار ما هو التشخيص التفريقي لسوء الويتار قد يختلط أحيانا مع العرات أو الرقص وللتمييز نذكر بأن العرات يستطيع المريض إيقافها إيراديا على عكس التقلصات سوء الويتار لا يمكن أما الرقص فالتمييز بأن حركاته عشوائية على عكس سوء الويتار يتمييز بأن حركاته منتظمة ثاني في الإضافة إلى ذلك فإن إمكانية تخريف الحركة عند حك المنطقة القريبة من العضلة توجه نحو سوء الويتار حك الجلد القريب تمييز سوء الويتار عن الرمع العضري الذي يعد من التشخيصات التفريقية الهامة أيضا الصورة تظهر بعض الوضعيات المعيبة لسوء الويتار ما هي أسبابه؟ يوجد ما يقارب مئة سبب لسوء الويتار وبشكل عام عند وجود حالة سوء الويتار شقي نتوجه نحو سبب موضعي في الجهة المقابلة لجهة الإصابة نعمل رين مغناطيسي من أجل التأكيد عند وجود سوء الويتار معمم عند الطفل يجب التفكير بالأسباب الاستقلابية عند الطفل أما عند الكبار فيجب التوجه نحو الدي جينيريشن دي جينز الأسباب التنكسية عند الكبار أسباب الاستقلابية عند الأطفال سوء الويتار شقي في عندنا مشكلة بالجهة المقابلة بالدرنين ما نريد سينا أكده أهم سببين رئيسيات أن السبب الوراثي بشكل أساسي من لازم سوء الويتار الوراثي سوء الويتار حساسي الدوبامين من أهم أشكاله ينجم عن عوز وراثي بحد أنزائمات تتداخل بتركيب الدوبامين عمر الأطفال ستة لاثناشر سنة ويكون عند الإناث أكثر من الذكور تتغير حالة المريض أثناء النهار أي قد تخف في العراض أو تشتد وهي صفة مميزة لهذا النمط من الإصابة يكون هذا الشكل حساسي للعلاج بالدوبامين نظر لكون ينشأ بسبب عوز في تصنيعه وبالتالي يتوجب علينا عند إصابة مريض ديستونيا سوء ويتار مع التوجه لسبب بدء وراثي قيام بتعويض الدوبامين يتستجاب يكون هذا هو المرض أما الثاني فهو السوء الويتار الثانوي السكندري له أسباب كتير من أهم أسباب دوائية مثل متوكليبرامايد هذا ممكن يشوفه هذا الميتوكليبرامايد عند أطفال صغار رضع تم إعطاء ميتوكليبرامايد ممكن يصير عنده أعراض خارج هرمية مشان تغلب على الإقياءات التي أحدثت لأسباب متعددة أهمها الجاسترونترايت السلطانية مع دولة مع أسباب ثاني مضادة الذهان معاكسة الدوبامين وسيروتونين مضادة مستقبلات السيروتونين وقبط عودة قبط السيروتونين أيضا أسباب أخرى من الأسباب الدوائية أن المرض الاستقلابية ويلسون ديزيز وعوز حمد الفوليك وعوز الفيتامين إي اللي ممكن ترافق مع رنح وعوز الكوينزايم كيو تين أسباب أخرى إسكيميك وفاسكولار وعائية قفارية أما التهاب الدماغ والسحايا فهو سبب هام وهناك الأسباب الورمية ما هي التصنيفات الشكلية السريرية للمرض توجد العديد من الطرق لتصنيف أشكال سوء الوتار إنها لازم صنفها حسب الزمن وحسب العمر وحسب الصفات وحسب إصابتها لمناطق معينة من الجسم وهل تترافق مع مشاكل عصبية وحركية أخرى ولا لا فنبلش بعمر البدء ممكن تكون بالطفولة الباكرة أو بالطفولة المتأخرة المراهقة البالغين والمسنين السير الزمني ثابت ولا مترقي متطور مع الزمن عم يزداد سوء عم يتحسن مع الزمن الصفات والحالات هي معزولة ولا في مشاكل تاني مع أهم الشي مشاكل حركية مشاكل عصبية مشاكل دماغية مشاكل بذكاء مشاكل القدرات الحسابية القدرات الإدراكية القدرات السلوكية القدرات العاطفية خسب توزع الإصابة في الجسم وين عم تصيب داني قاصي عضلات باسطة عضلات دانية شق محدد كتلة عضلية معينة حزمة عضلية معينة مسكن عضلي محدد إلى آخره فالتصنيف حسب توزيع الإصابة في الجسم بؤري اللي هو الفوكل منطقة موضعة من الجسم قطعي منطقتين متجاورتين أو أكثر متعدد البؤر منطقتين أو أكثر غير متجاورتين سوء أوتار شقي نصف واحد من الجسم معمم جنراليز كل الجسم هذول تصنيفات كمان بذكرونه بتصنيفات تبع الكلية التهاب كوباب وكلية فيها التهاب الكوباب والكلية القطعي والبؤري والتكاثري والشامل والآخر طيب سوء الوطار البؤري الفوكل نحن أنه منطقة موضعة شكلان همان سوء الوطار الآجل والتشنج الجفني وفي منها بعض الشغلات سوء الوطار الآجل أو الصعر الرقبي التورتيكوليس نحن نصيبه عن هدول نشوفه عن هدول نشوفه عن طفل أطفال حديثي ولادة نتيجة أزيرة القبالية أزيرة الولادة كان مجيء ونفي مشكلة بالعضلة القطرائية العلاج أو هو عبارة عن شكل خاص عفوا من سوء الوطار الموضع يتركز في عضلات الرقبة خاصة عضلة القطرائية هذه العضلة القطرائية الخشائية الترقوية القصية عبارة عن سوء وطار موضع في عضلات الرقبة يسبب ميلان الرأس يسبب ميلان الرأس لأحد الجهتين ونعطاه في الأسفل بشكل لا إرادة العلاج يحقونه بوتوكس بمكان عضل المصابة تشنج الجفني يتركز سوء الوطار في عضلات الأجفان حول العين مما يسبب رمشا سريعا العينين يكون وصفين تشنج الجفني عسرة التصويت التشنجي أو عسرة التصويت التشنجي يصيب عضلات الحنجرة والرابع هو سوء وطار اليد البؤري يسمى أيضا رايتر كرامب تشنجي الكاتب حيث يتصيب عضلة أو مجموعة عضلية في اليد وترافق حركات معينة عند الكتابة أو العزف على آلة موسيقية وعندها تسمى موزيكيان كرامبس فيتشنج الكاتب هو الشكل الرابع من سوء الوطار اليد البؤري وهو هام جدا من أسباب وأشكال سوء الوطار كيف نجري مقاربة وتشخيصا التشخيص يمكن يتأخر لعشر سنين إما لكون الحالة خفيفة أو لعدم التوجه الصحيح هناك العديد من الأمور التي يجب انتباه إليها عندما قرب سوء الوطار وهي يجب تفريق سوء الوطار عن الأشكال الأخرى من الحركات اللا إيرادية وهذا صعب بشكل نظري يحتاج إلى رؤية العديد من المرضى والحالات مشخصين واطلاع على عشرات الفيديوهات كما ذكرنا مثل الرقص والأشكال الأخرى من التقلصات العضلية المرضية مثل الرمع العضلية يجب التدقيق بالقصة الدوائية للمريض بشكل كبير بالسوابق عبي أخذ مضادات اكتئاب ولا لا هل كان عنده شيزوفرينية ذهان هل عبي أخذ مضادات ذهان هل عبي أخذ متوكولوبرامايد يجب البحث عن علامات مميزة لأمراض الاستقلابية مثل ده ويلسون إذا عرفته ممكن تحل الموضوع أما إذا ما عرفته أغلب أدوه ستكون على الفاضي كما تجرى الاستقصاءات المرآية للدماغ وتحري الدم وتحري غدى الدرقي ما هو المنجمينت والتريتمينت العلاج والتدبير العلاج أنه المرضى 8% تأيباً بتحسنه كتير ويكون التدبير حسب السبب ويكون العلاج بأحد شكلين علاج السببي وذلك عبر معالجة المرضى المستبطن مثل عوز الكوينزايم كيوتين وعوز الفولات وعوز الفيتامين إي وداء والسبب العلاج العرضي وذلك في الحالات الوراثية مجهولة السبب اللي عملنا جهتنا لأننا نثبتها وما لعيناها رغم كل استقصاءات المتاحة شو العلاج الدوائي؟ الليفو دوبة يجب إجربة العلاج بالليفو دوبة خاصة في الأشكال البدئية نموذجي مسؤول وتار حساس على الدبابين جرعة 20-50 ميلي جرام للأطفال جرعة 50% للكبار تزداد الجرعة بشكل تدريجي عند المرضى وقد تصل جرعة عالية بهذا فصول استجابة ويمكن أيضا استخدام مضادات الكولين أو معاكساته اللي ممكن أهم واحد بناتها هو تراهيكسي في نديل تراهيكسي في نديل خيار مقبول وجيد العلاجات الأخرى الصنف الدوائي والدواء المتاح نحن أكتر شيء عم نستخدم خلنا نقول تراهيكسي في نديل جيد كلنا زبام يستخدم بكثرة دي زبام قليل جدا استخدامه بهذا الموضوع طلع أعلى الدوبامين ليفو دوبا كاربي دوبا مستخدمة أما الدوبامين تبليتينج ايجنت التترا بنزا بنزين هذا أيضا استخدمه لكن على الطاق ضيق نسبيا القابة بتا أو قابة بي أغونست الباكلوفين أيضا هذا استخدامه جيد يعني العلاجات والأخرى يمكن في العلاجة في الحالة الوراثية بشكل خاص تجريب الجراحات العصبية الديب برين ستيميليشن حيث يتم تحريض الكرة الشاحبة وليس المهاد يعني شرات جراحية خصوصية لا نتطرق إليها بكثير من التفصيلات حقنا ديفان البوتوكس أشيقي إحداث شلال صنعي العضلة فتقل التقلصات فيها وبالتالي تقل أعراض يتم استخدامه للطريق عندما يكون سوء الويتار بؤريا ويقتصر عضلة وحيدة أو وضع عضلات قد يتم استعانة بتخطيط العضلات الكهرباء من مجلس تحديد العضلة المستهدف في العلاج قد يحتاج بعض المرضى إلى جراء الحقن عدة مرات لا تحصل على نتيجة سريرية كويسة ولا توجد مخاطر حول الحقن وتقصر شكل عام النتائج الهامة سوء الويتار هو اضطراب حركي وهو اضطراب حركي تحدث فيه تقلصات عضلية بطيئة تسبب وضعيات معيبة لمفاصل معينة إذا اضطراب حركي تقلصات عضلية بطيئة وضعيات معيبة مفاصل معينة تتحرض بالحركات الإرادية قد تكون على شكل نوب متباعدة أو قد تكون بشكل مستمر ونوب متباعدة تعطي انذار أفضل نسبيا عندما تكون البداية باكرة مع قصة عائلية إيجابية وفحص عصبي سلبي نتوجه نحو الشكل الوراثي الذي يستجيب على الدبامين كما أنه يجب استبعاد ونفي الأسباب الثانوية من خلال القصة السريرية القصة الدوائية معاكسات الدبامين بشكل دقيق ويجب نفي الأسباب الاستقلابية كأداء ويلسون وعوز الفايتامين E أو كوينزايم كيوتين أو الفوليت كما أنه يجب أن يتم العلاج بالدبامين ثم اللجوء إلى معاكسات الكولين بشكل رئيسي مع وجود وسائل أخرى الأشكال الوراثية كما يتم حقن البوتوكس والتحريض العميق للدماغ طلعنا شوية شغلات بسيطة نحكي فيها عن بعض الحركات اللا إيرادية الرمع العضلي المايكلونوس هذا هام الرمع العضلي لأنه تلاحظه بحياتك كثير وتسأل عنه من قبل الجيران وبالعيادات شو ما كان تخصك هو اضطراب حركي يتجلى بحركات مفاجئة ارتجاجية سريعة على خلاف باقي الحركات اللا إيرادية التي تكون الإصابة فيها أجمال خارج هرمية إكسرا بيرامد في النوى القاعدية فإن الرمع قد يكون منشأه قشري أو تحت قشري أو نخاعي قشري تحت قشر نخاعي قد يكون الرمع صرعي ويترافق مع حدوث اضطرابات أخرى في الصرع فيمكننا ذلك من تمييزه عن الرمع منشأ آخر ويعد أمر هام للمقاربة أو تحتل العلاج شو رح تعطي دوا تعطي دوا مضاد للصرع ولا علاج للرمع بس هنشوف نحن عدة خالات من الرمع أول وحدة الطبيعية الفيزيولوجية الرمع العضل يحصل عند النوم هاي بنك جيركس هاي شي طبيعي بصير عند أغلبنا خاصة طلاب الطب كان عندهم سريس قبل فحص الرمع المرافق لمتلازمات الصراعية النوب الرمعية العضلية هذا اغتلاج ما يكلون السيجرز الرمع العضلية الناجم عن تناول أدوية مثل SSRI المثبتات تعودة تقصص سيرتوني انتقائية وناهضات ومشابهات الدبامين وغيرها هلأ في عنا هون متلازم التعذر والجلوس ما بيحسن يقعد المريض المتلازمة عصبية نفسية ما بيحسن المريض يعد محله ما بيحسن ساكن يتحرك يعاني المريض من حالة إكراه على تكرار الحركة الأمر الذي يسبب شعورا بالضيق وعدم الارتياح عادة ما تكون أطراف السفلية هي الأكثر إصابة في هذه الحالة وتترافق هذه المتلازمة على استخدام الأدوية المضادة للذهان نيوروليبتيك نعرج على عسر الحركة المتأخر تيردف ديسكنيزيا وهي عبارة عن حركات لا إيرادية ناجم عن خضوع المرضى لعلاج طويل الأمد الأدوية المضادة للدبامين مثل مضادات الذهام بشكل أساسي ممكن تصيب أي مكان بالجسم ولكنها تحدث بشكل أساسي في عضلات الفم واللسان تتظاهر على شكل حركات مضغ وإبراز اللسان من الخارج حركات المضغ عند الأطفال صغار الرضا حديثي الولادة والصغار كتير ممكن تكون حركات ملبئة بالاختلاج هون هذا عبارة عن نصرة حركة متأخرة عند البالدين يخل السين وبطالة لبراء بشكل يعني متكرر لا إرادية يتم العلاج بشكل أساسي عن طريقة الصحبة التدريجي للدول بسبب هذه المشكلة هي أدوى المضادة للدبامين بشكل أساسي على الرغم من استمرار العراض لأشهر وحتى سنوات ممكن يكون في مشكلة حركية قد تترافق هذه الحالة حالة بعشرة حركة متأخر مع اضطراب حركي آخر وهو الحركة النمطية النمطية هي عبارة عن حركات يقوم من مريض بتكرارها مرارا قد تكون هذه حركات بسيطة مثل اهتزاز الجسم أو إماء بالرأس أو النقر بالأصابع وقد تكون هذه حركات معقدة مثل عطف الضراع أو اليد أو التلويح وغيرها فعم نشوف أنه عسر الحركة المتأخر من الدلسان لبرة ومطالعه حركات المص والمضغ أو نعق الشفاه أو حركات المضغ مثل ما أن أو عسرة حركية الوجه وحركات لا إيرادية في الجسد والأطراف أما بالنسبة لمتلازمة التعذر والجلوس بظل هو بيحرك إجري وبحرك أطرافه بشكل مزعج بدون ما يتحسين يتحكم فيها بشكل جدي بالنسبة لهذه المحاضرة على مستوى النمطية هي تكون خلصتين محاضرة هي محاضرة حقيقة من الصعوبة بمكان تحتاج إلى إعادتها مرة واثنتين وممكن تدرسوها حضرتكم إذا في عندكم شوية أسئلة ممكن تتناقش فيها في الجلسة القادمة الفيديوهات التي لكم أشرت لكم في البداية أنه لا يتسعي الوقت لعرض الفيديوهات في هذه المحاضرة الفيديوهات تحتاج إلى دراسة الأمور النظرية الأساسية مختصرة وموجودة في هذه المحاضرة يمكنكم نطلع عليها ودراساتها وفي حال وجود أي تعذر أو أي عسرة دراسية يمكن أن ننقش الموضوع سويا لنصل إلى نتائج مرضية للجميع بهمك بشكل أساسي هو الأبروتش والمقاربة والتشخيص دونما التطرق لكثير من الأسباب النظرية يهم التصنيف التصنيف هام جدا من بابه العريض والصعر الرقبي هام جدا سواء كان عند الأطفال الصغار أو الكبار شكرا لحسن استماعكم وصبركم هكذا تكون محاضرة قد انتهت إذا أحدا عنده سؤال يتفضل السلام عليكم حكيم بدنا نفرق بين التشنج الجفني بسوق الوطار وبين العرات يعني التشنج الجفني كاتبين عليه إنه هو رمش سريع للعينين كمان منتظم يعني العرات كاتبين ببداية الفقرة إنه ممكن تكون سريعة وبطيئة بس هون كاتبين إنه هات تشنج الجفني سريع تمام ومنتظم مثل العرات اللي هي كمان سريعة وترددها منتظم هلا لحدهم بالمحاضرة ما شفنا تفريق غير إنه العرات يعني المريض إراديا بيحسن بيكبت هذه الحركات أما بالسوق الوطار ما بيحسن بيكبتها يعني هذا الفرق الوحيد إلا فيه شيء تاني الله يسيك خير شكرا جزيلا فعلا دكتور هذا أهم فرق موجود إضافة لوجود الأشياء المرافقة يعني بالعرات غالبا لا تقتصر العرات يعني على بس تشنج ورمش الأجفان وإنما قد تكون مترافقة مع عرات صوتية حركات إجبارية لا يستطيع المريض كما ذكرتم حضرتكم أن يقافها فالمرافقات هي قد تدلنا أكثر على الموضوع إضافة لماذا ذكرت حضرتك فعلا ملاحظة قيمة جدا وهامة وفعلا هذا الشيء يعني غالبا ما ننحظه بالخياء السريري إلا أن التشنج الجفني يعني بشكل عام حقيقة هو أقل شيوعا أقل شيوعا بسبيا حسب المشاهدات السريرية من العرات العرات أكثر شيوعا أيضا هذا تفريق آخر شكرا دكتور أيضا حتى من الزملاء لديه سؤال إذا ما في أسئلة ننهي المحاضر اليوم ونلتقي بكم وإياكم شكرا جزيزي الله أعطيكم العافية ننهي المحاضر اليوم ونلتقي بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة